بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وعظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة عليها السلام أربعة أشياء يوصي بها أهل البيت عليهم السلام وهو قول الإمام الجواد عليه السلام أولا من وثق بالله أراه السرور ومن توكل على الله كفاه الأمور هذان الأمران مهمان يجب أن يترسخا في حياتك اليومية مسألة الثق بالله والتوكل على الله عليك أن تتوكل على الله وتثق بالله بأن الله قادر على قضاء حاجتك وبأن لا يوجد شيء يعجز الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قد وضعك في هذا الظرف ليبتليك ويختبرك والله سبحانه وتعالى هو نفسه الذي يستطيع أن يخرجك مما ابتلاك به واختبرك فيه وهذا الظرف يخرجك منه إذن الثق بالله ثم التوكل على الله عز وجل عليك أن تتوكل أي أنك توكل أمورك لله عز وجل لا تفكر كثيرا تركها على الله عز وجل وانتظر النتائج لقد عملت ما عليك سواء قرأت قرآن قرأت دعاء توسلت بإمام ذهبت للدائرة لتحل مشكلة هذه المعاملة تقدمت لفلانة لتتزوج منها هو قد تقدم لك ليتزوج منك وإلى غير ذلك من أمور الحياة اشتريت هذا الأمر أنت ما عليك قد فعلته أنت قد فعلت ما عليك بأنك قد بدلت جهدك وسعيك والباقي على الله عز وجل توكل على الله خليها على الله عز وجل الأمران الآخران عند أهل البيت عليه السلام ما هو أو ما هما ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم ما خاب من تمسك بكم عليك أن تتمسك بأهل البيت عليه السلام لا تتمسك بغيرهم إذا ما تمسكت بغيرهم لن تعيش إلا الذلة إلا الإهانة إلا التحقير إلا الاستهزاء إلا الاستخفاف فيك إلا أهل البيت عليه السلام عندما تتمسك بهم وتتذلل لهم وتخضع لهم يرفعونك ويجعلونك وجيها لذلك نحن نقرأ في زيارة عاشوراء اللهم اجعلني وجيها بالحسين عليه السلام وانظر إلى تلك الوجاهة الحقيقية التي يعطيها أهل البيت عليه السلام لخدمتهم الحقيقيين في الدنيا قبل الآخرة فإذن عليك التمسك بأهل البيت بحبل أهل البيت لا تمسك بأكثر من حبل فإذا ما أمسكت بأكثر من حبل لا بد إذن أن تترك حبلا آخر لا يمكن ليدك أن تجمع كل الحبال تمسك فقط بحبل الله واعتصموا بحبل الله وهم أهل البيت عليه السلام وأمنا من لجأ إليكم إذا كنت تخاف من أي شيء فلان تخاف من عدم الزواج فلان يخاف أن لا يشفى فلان تخاف على أولادها بأن لا ينجحوا في الامتحان فلان يخاف على رزقه فلان يخاف من فلان إلى غير ذلك يعني ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم إذن هذه الأمور الأربعة أنت بحاجة أن ترسخها في حياتك وأنت أيضا من وثق بالله أراه السرور من توكل على الله كفاه الأمور ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم هنا تعيش بعد ذلك حياة الأطمئنان حياة الاستقرار حياة الفرح والسعادة والاستقرار برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام